بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن صلاة التطوع ومن صلاة التطوع صلاة الضحى حكم صلاة الضحى أنها سنة ودليل ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بصلاة ركعتين في الضحى قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتين الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة والسلامة عظام المفاصل فيكون على كل واحد من الناس كل يوم 360 صدقة لأن هذه عدد المفاصل في الإنسان ولكن هذه الصدقة تكون بالتسبيح وبالتحميد والتهليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى إذن 360 صدقة بالتسبيح تأتي بالتسبيح وبالتكبير وبالتحميد وبالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لكن لو صلى ركعتين من الضحى كفت عن ذلك كله ولذلك قالوا بناء على هذا الحديث أنه يسن أن يصليهما دائما لأن أكثر الناس لا يستطيعون أن يأتوا بهذه الصفات التي تبلغ 360 صدقة فيواضب على ركعتين الضحى يؤدي ذلك إلى أنه أدى صدقة هذه المفاصل 360 صدقة بركعتين الضحى أقلها أقل صلاة الضحى ركعتاني وأكثرها ثمان قلنا أقل صلاة الضحى ركعتاني لأن الركعتين أقل ما يشرح في الصلوات غير الوتر لا يمكن أن يصلي الإنسان صلاة تطوع أقل من ركعتين إلا في الوتر والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخل وهو يخطب يوم الجمعة قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما يعني إجعلهما خفيفة فلو كان يشرع شيء أقل من الركعتين لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يستمع الخطبة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين فدل على أن الركعتين أقل صلاة التطوع يعني لا يصلي بأقل من ركعتين إلا في الوتر كما ذكرنا وأكثر صلاة الضحى ثمان ركعات قال ابن عثيمين رحمه الله يعني أنه يمكن أن يصلي الإنسان أكثر من أربع ركعات لكن إن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات بأربع تسليمات قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم هاني في غزوة الفتح حين دخل مكة فصل ثمان ركعات لكن الصحيح أنه لا حد لأكثر الضحى لأن الإنسان إذا استطاع أن يصلي أكثر فله الأجر على ذلك والدليل على أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى مجاعن عيشة رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله فلا حد لمن قال يعني من قال أن أكثرها ثمان هذا يعني استدل بحديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم هاني في يوم الفتح وأنه صلى ثمان لكن معناه صلى ثمان لا يعني أنه لا يتجاوز لا يحق للإنسان أن يصلي أكثر من ثمان والدليل على أنه يحق له أن يصلي أكثر من ثمان أيضا مجاعن عيشة كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أربعا ويزيد ما شاء الله وقتها وقت صلاة الضحى وقتها من خروج وقت النهي يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال يعني إلى قبل أن تكون الشمس عمودية في كبد السماء قبل أن ينتهي الظل فقبل ذلك هو وقت صلاة التطوع صلاة الضحى الدليل على ذلك ما جاء من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله سلم ينهان أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس إذن حين تطلع الشمس هذا وقت نهي حتى ترتفع ترتفع قدر رمح إذن إذا ارتفعت قدر رمح هنا تبدأ صلاة الضحى وحين يقوم قائمة الضهيرة يعني إذا أصبحت الشمس عمودية في السماء فأصبح الظل فأصبح لا ظل للأشياء لو أقمت عصى لا يكون لها ظل هنا قائمة الضهيرة فإذا مالت الشمس جهة الغروب فهنا يبدأ وقت صلاة الظهر ووقت صلاة الضحى ينتهي قبل قائم الظهيرة وقال في الوقت الثالث وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب هنا قال قائمة الظهيرة يكون قبيل الزوال بنحو عشر دقائق أو نحو من ذلك فوقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى قبل قائمة الظهيرة بنحو عشر دقائق فإذا كان قبيل الزوال بعشر دقائق دخل وقت النهي إذن هذا هو الوقت الذي يمكن أن يصلي فيه الإنسان للضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى قبل تعامد الشمس أو تصبح الشمس عمودية على الأشياء بنحو عشر دقائق وينتهي حينئذ الوقت الضحى هل فعلها في آخر الوقت أفضل أم في أول الوقت قالوا فعلها في آخر الوقت أفضل يعني الساعة عشرة الساعة إحدى عشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال والمراد هنا ترمض أي تقوم مشتحر الفصال مرادها صغار الإبل وهذا يكون قبل الزوال بنحو عشر دقائق هذا هو وقت رماض الفصال فهذا هو الوقت لكن هذا الوقت الأفضل بالنسبة للتأخير لكن لو صلىها في بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح فهذا هو وقت أدها أو فعلها فيه في الصح ذلك سجود التلاوة من صلاة تطوع سجود التلاوة وسجود التلاوة قال بعض الفقهاء صلاة أنها صلاة لأنه ينطبق عليها تعريف الصلاة فهي عبادة ذات أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتفتتح بالتسليم القول الصواب الذي ذهب إليه بعض العلماء وذهب إليه بن عثيمين رحمه الله أن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة فلو كنت تقرى القرآن عن ظهر قلب وأنت غير متوضع ومررت بأي سجدة فعلى هذا القول تسجد ولا حرج وكان ابن عمر رضي الله عنه مع شدة ورعيه كان يسجد على غير وضوء لكن الأولى والأفضل أن يكون الإنسان متطهرا لقراءة القرآن وأن يسجد سجود التلاوة وهو متطهرا إذن سجود التلاوة هل سجود التلاوة صلاة أم ليس بصلاة قول بأنها صلاة وعلى هذا القول فلابد له مما لابد لسجود التلاوة من شروط الصلاة المعتبر على من قال أن سجود التلاوة صلاة ولابد من الطهارة ولابد من الأمور التي في الصلاة محذورة تحذر في هذه الصلاة والقول الثاني أنها ليست صلاة وعلى ذلك فلا يشترط لها ما يشترط للصلاة وهو ما اختاره ابن عثيمين وقال هو الصواب يعني حكم سجود التلاوة سنة ويسن للقاري والمستمع دون السامع للذي يقرأ القرآن والمستمع المتعمد السمعاء أما السامع إذا دخل المسجد وسمع فإنه حينئذ لا يسجد للتلاوة عدد سجود التلاوة في القرآن 14 سجدة في الحج منها إثنتان ويكبر إذا سجد وإذا رفع إذا كان في الصلاة إذا صلى الصلاة إذا صلى الصلاة ثم أتى بآية أو بآيات بعد الفاتحة فيها سجدة فإنه يسجد ويكبر عند السجود ويكبر إذا رفع وهذا إذا كان في الصلاة أما إذا كان خارج الصلاة يعني إذا كان يقرأ القرآن وهو جالس في بيته أو في المسجد أو في أي مكان فمر بآية آية فيها سجدة فهنا قالوا ثلاثة أقوال القول الأول قالوا يكبر إذا سجد وإذا رفع كما لو كان في الصلاة والقول الثاني قالوا يكبر إذا سجد فقط والقول الثالث قالوا أنه لا يكبر مطلقا وهذه الأقوال الثلاثة قال بها العلماء والذي عليه الناس اليوم أنه لا يكبر وإنما يسجد ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى سجود الشكر عند تجدد النعم وذهاب النقم مثال إنسان سمع انتصارا للمسلمين في أي مكان فهذه تجدد نعمة فيسجد شكرا لله عز وجل أو اندفاعا للنقم مثال إنسان حدث له حادث السيارة ثم خرج وهو سليم وعافه ومن معه فهذه نقمة اندفعت عنه فأنه يسن له أن يسجد سجود الشكر ودليل سجود الشكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره أو يسر به أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله عز وجل وسجود الشكر كسجود التلاوة فيما ذكرنا وذكرنا أيضا أنه يكبر إذا سجد هل يكبر إذا سجد فقط وقال ابن عثيمين الصحيح أنه يكبر إذا سجد فقط على أن التكبير عند السجود فيه شيء من النظر كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة هذا والله أعلم اشتركوا في القناة